السلام عليكم اللهم ارحمنا رحمة تغنين يا بيها عن رحمة ما انسواك اللهم نسألك العفو والعافية والوفرة في الرزق اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا اللهم امين امنوا ورايا لو سمحتوا ربنا يرزقكم ويوسع عليكم ويمددكم من خير العلم الذي يرزقكم به رزقا حلالا بإذن الله ويبارك فيه المهم قصة النهاردة ليه علاقة بالدعاء ده فيه ناس والعذو بالله ابتلاهم الله ببعض الاختبارات ورصبوا فيها اكتر ممر فكتتوقف عند العبارة ان الله اركسهم انتوا عارفين فيه فرق طفيف في الاستعمال ما بين الرجز والركس والرجز رجز ورجز وركس بالكاف ركس زي يقولك ركس الكلب كده يعني مسموه ركس فهي حاجة الراء كاف سين الركس فهما في القرآن الكريم العبارة او المعنى او التعبير الله اركسهم معنى عميق هو ازاي يعني ربنا وصلا ده الصوم في الطين مثلا لا ربنا قدر ان الناس القذرة تفضل متوسخ مهما نظف نفسه مهما استحمه زي ما بيقولك مثلا ايه الليك الزفر عمره ما ينظف كان حد قالها في احد الافلام فهي دي كده ما ربنا بيكتب على حد الله اركسه عميقة ايه ده عوذوا بالله اللهم احفظنا يا رب لحنا ولا ذوينا ولا صحابنا ولا حد من حوالينا يا رب لان اما ربنا يذكر ان شخص ده هيحطه في الركس هيقذره هيخليه قذر يكتب عليه القذرة في الدنيا وهي عزاب الجهنم ايه غير انه يعيش الناس فاكرة انها يعيش بقى في نار ويقعد يتعذب طول وقت لا ويبقى عادي في قذرة كده مثلا معفنا او سكنوا في مكان قذر رث كله رجز وقذرات واكلوا وعشتوا على فكرة هيبقى متعايش ومتأقلم لك ما هي دي القذرة اللي انت حبيت تعيشها في الدنيا اما كنت عايش في قصور كنت مدنس البيت بالذنوب والقذرات الخمور والنساء والتدخين والعفرة والمخدرات اللي مالية البيت المعاصي كانت مالية اركان البيت كله سقف وارض وحطام مش دي عشتك الارثة اللي كنت بتحبها هتعيش زيها في النار والعياذ بالله في ناس برضو كنت اقول لهم ايه ان الظلمة اما بيجي بياخد سكته الطريق السريع في الظلم والكفر والطغيان بيبقى شيء بعارف انه هو في النار فالله مش فرق معاه بقى معاصي حسنات ومش عارف ايه فكان حد مثلا احد الناس المحترمة بتفرج على الفيديو بتاعه مع صديق ليه بيقول لي ايه شوف فلان بيقولك كذا 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 بيقول كلام كويس وفي اول حلقة بيقول له ايه اياك ان تتسرع وتكتب تعليق تأثم عليه وتاخد عليه ذنوب فانا قلت ايه ده هو يحذره ما الظالم خليه اخد ذنوب والحسنات بتاعته بتروح لك اليوتيوبر ده او المقدم المحتوى يقول له انت بتحذرهم ليه وما فيش حد مش عارف ان الشتيمة حرام في حد دهبل ناسي او متناسي ان الشتيمة اللي هكتبها في الكومنت او الايحاء اللي فيه ايذاء لفظي ومش عارف انه هيعتم عليه وانه عليه زنب عارف كويس جدا فانت بتحذره وبتفكره ليه انت هتاخد حسنات بسيطة علشان مثلا ثلاثة اربعة ارول او سمعوا منك الكلام ده ومنهم واحد ولا اتنين قال لك لا خلاص مش هكتب كومنت مش عايز اضيع حسناتي او مش عايز اخذ ذنوب بينما فيه مية انت كنت هتاخد حسناتهم كلهم ايوا اليوتيوب انت ضيعتها عن نفسك فرصة كبيرة جدا لذلك انا بقولش التعبير ده في القناة رغم ان انا كذا مرة بعايز اقوله ان انا بحب الناس مش عايز حد يأثم ولا بتاع بس حد ظالم حد مجرم حد شتام حد بذيء حد واخد الطريق السريع يعني حسناته مش هتفرق معايا ده هو واخد الطريق السريع على النار يعني حسناته دي هو مش محتاجها اصلا فبدلا ما يديها لحد تاني يديها العبد الله انا محتاج جدا يعني الحسنات دي انا احوج ما اكون اليها انا وغيري فما يوزع علينا احنا كم يوتيوبر مثلا اللي ممكن يكون فيه اشتيمة تعالوا اشتيمة يا عم ويقول اللي انت عايزه ليه يعني ليه حرم نفسك او حرمني انا من الحسنات دي فدي كانت وجهة ناصري برضا واحد عنده ظنوب كتير جدا واعتاد على الموضوع ده ومعنده مش مشكلة ومتصالح ومتسامح مع نفسه ان هو يعيش في النار بعد كده في حياة رفة وبتاع زي اللي خلقها النفسه في دونيته فالحسنات هتفرق معاه في ايه ما انت كده كده مضيعها طب ما تديني شوية اديني من حسناتك اللي انت ممكن تعب فيها في الطفولة ولا حد مثلا دعاله بظهر الغيب تاخد شوية حسنات ولا بتاع ولا توفق في حاجة ولا ساعد حد في يوم الايام شوية الحسنات اللي هو جمعهم دول مش هيفرقوا معاه كده كده هو السيئات يبدو انها كتير يعني فما تسيب السيئات خليها معاك ودينا الحسنات يا عم بس فبرضو وقعة تانية كنت افكر فيها كده عدة وقائع متشابهة اللي هو الناس اللي هي مثلا اعتادت على موضوع النساء والكلام ده بيجي عليه فترة ويزهق فيبتدي ينوع فمن ابواب التنويع يقولك انا عايز اعمل موضوع ده في الجروب فالجروب ده ده نحتاج اجيب ناس اضلهم معاه فبيقعد يخطط وقصة انا اقول له هي صهرة حلوة ومش عارفة طب تعالى نأجر اوضة في فندق ونقعد احنا الاربعة انا بنتين على ولدين ونقعد يقعد يفكر في افكار كده شيطانية يقولك طب اكلمي للبنات اقول لهم طب ايه لأ ما همش يقتنع جد لما كانوا سكرانين طب نطلب خمرة علشان يخطط على المعاصي بخمور وكذب وتلاعب واغواء وطبعا ايه ابليس بيقول له عايزين نعمل كذا بس في الاول كده خليهم عشان تزهقت ويسيبوا بقى هو يخطط لوحده فابليس بقى متكيف يقولك والله حلوة الترتيبة دي هروح اقولها الناس ثانين بقى الخبرات التراكمية الابليس من الناس دي واحد تاني برضو ايه عايز بيشرب مخدراته بتاعه زهق من النوع ده فعايز يعرف انواع تاني فعايز يشوف اهل معاصي فيروح بقى الكافيهات الخن والحيطة اللي هي موجودة في روسيا هنا الموبوقة اللي فيها ناس مضروبة بالنار يعني ويحاول يتعرف على ناس ده الله وييجي بقى ايه لك ما تجرب مخدراتك عندك اقراس مسلا مش عارف عشان زهقت عايز نوع مختلف لحد ما يدخلوا مثلا ايه في الحقن وفي مرة ييجي يعمل كشف احد الناس شغال في معمل طبي فبيقول لي فيه دوا الدوا ده بياخدوا معظمهم عرب مش عارف لي عرب وايرانيين وهنود قال لي معظمهم من التلات جنسيات دول عرب وايرانيين وهنود من غير ما اقول اكتر جنسية عربية ايه يعني بتجيب الدوا ده فالدوا ده للامراض الجنسية مضاد حيوي للامراض المعدية من الحاجات كده دوا تاني لأعراض فيه ناس ما تاخد مخدرات للقراس دي جسمهم بيبقى حساس فالمعدة بتنزف بالذات لو كان بيشرب قهوة كتير وفيه قرح وحاجات كده او عرضة للقرحة فدمه بينزف فبيلاقي نفسه اللهم احفظنا بيخش الحمام بيعمل لونه اسود الاخراج بتاعه فاللون الاسود ده معناه ان فيه دم جوه في المعدة او في المصران فدوا اللي بيعالج الحاجات تأثير المخدرات وفي نفس الوقت بيعمل حماية الجدار المعدة برضو بيقولك معظمهم عرب ومن جنسية معينة او جنسيتين هما الاكتر شيوعا استخدام لهذا الدوا وبيجوا العيادة الملحق بيها الصيدلية اللي هو شغال فيها في العيادة برضو بيجوا علاج لحاجات كده يعني اللي هو مراحل متأخرة من الادمان فاللو هو ادمان للمخدرات نوع معين من المخدرات او حاجات اوفردوز وكلام من ده وبيقول طبعا ايه معظمهم بيجوا خلصانين بييموت يعني بيبقى يموت يعني اللي هو بيقولك خلاص يعني يرجع بيته ويقدس اليومين اللي بقين له لان خلاص عنده الدنيا بزد او الجهاز العصبي منهر فيعني يروح مساحة ويروح مستشفى متخصصة بقى الجزء العلاجي الخاص بينا انتهى كعيادة المهم فللاسف اه الناس دي مش واخدة بالها ان هي ضال ومضل وفي ناس تستغرب يقولك بس المضل ده واللي ضال ده بيعيش كتير يعيش طويل والناس البركة المحترمة بتموت بدري اه حكاية الموت ملهاش علاقة ظالم ولا مش ظالم فاجر ولا مش فاجر من اهل النار ولا من اهل الجنة لان احنا ما نعرفش من اهل النار ولا من اهل الجنة اه نعرف بس معاملاته في الدنيا حوالينا فاجر ولا لا ده اللي نعرفه فنعرف ندعي عليه ولا ندعيله ولكن حكاية الاعمار بيد الله برضو ما نعرفهاش ليه ماته هو صغير ليه ماته هو كبير ليه واحد ظالم ويعيش 120 سنة ما نعرفش مش قصتنا ففي مواخف كتيرة للاضلال زي ما بقول لكم زي المخدرات زي النساء زي مش عارفي زي واحد مثلا مع اسرة وكل حاجة ويروح يتحول جنسية او مش هتحول جنسية يعني يتحول الى العلاقة الاخرى اللي هي العلاقة الغير سوية مع راجل زيه وهو عنده زوجة وعنده عيال بس زهي بقى يعني فلاقيه لان الشيطان ماخده من ايده بيقول له على كل باب خبط وخش خبط وخش فكل جزء محترم في شخصيته او مهذب او ماشي على الطريق الصحيح بيفسده يلا الجزء ده خلص على ده خلص على اكس وردم خلص على وردم لحد ما يخلص عليه خالص لذلك الظالم ده او الفجر ده ربنا بيديه لعمر طويل عشان يخلص على كل حاجة محتاج وقت والوقت ده محتاج عمر فربما ربنا مد في عمره بيضل اطول مدة ممكنة وليجمع اكبر سيئات ممكنة ليكون عذابه اثقل ما يمكن وكل الناس اللي حواليه بقى تستفيد من ظلمه ده انهم ياخدوا من حسناته انهم ياخد من سيئاتهم ان يزيد فطبعا ربنا يدخل الجنة على ايده ناس كتير الناس الكتيرة اتظلمت على ايده ناس كانت نص نص مقدمة رجل مؤخرة رجل فالظلم بيكشف معدنهم انهم مؤمنين بيقوم يدخلوا الجنة بأمر الله وناس تانية الكشف من الظلم ده كشفهم انهم اول ما الظلم ده يديهم على فهم يرسعهم كده اه 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 انا معاك وفي ظهروا يشتموا كل حاجة بس بيعينوا على الظلم في وشه يقول اه انا معاك عايز تقتلك اقتلهولك عايز اضربهولك عايز اقلعهولك عايز تسرق فلوسه اسرقهولك خدام فتخيل ان الخدام ده خدام عند ابليس يعني يا ريتو خدام ظالم مثلا حد بنشوفه بتاع لا لا ده ابليس حد وهمي بيؤمن بطاعة لشخص ما بيشوفوش والقرآن تحدث عنه اللي هو ابليس ولا يؤمن بالله خالق الكون ولا يطيع سبحان الله اللهم عفونا وعفو عنا ولا حسن طاعتك عنا خلصت الحلقة سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا لا اله لا انت استغفركوا واتوبوا لك نراكم على خير وفي خير في حد الله سلام عليكم